تشهد معارض أهلا رمضان بجميع محافظات الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية ويميش رمضان وأشهد عدد من المواطنين بتوافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة على جميع المعروضات وبتوافرها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير كافة السلع والاحتياجات للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم حيث تشهد محافظات الجمهورية افتتاح معرض أهلا رمضان وذلك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن البضاعة كلها متاحة وبكميات كويسة وبجودة كويسة وهيتم متابعتها من الصحة والتموين والطب البطري عشان تأكدوا من جودة المنتجات نوفر أكبر كمية من السلع لمواطن المحافظة بأعلى جودة وبقل سعره نقول لأن الفرق بينه وبنقطاعه برة والسوق المحلي في تخفيفات تصل هنا 25% وتصل إلى 50% و60% في بعض المنتجات ويشهد معرض أهلا رمضان مشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة نشكر الرئيس السعب فتاح السيسي لأنه يحس بالناس الغلابة وأول ما يحس أن فيه نسبة غلاقة أسعار بدأ يدعم الناس وهي مناسبة لجميع الفئات نجد أسعار محترمة جدا ومبادرة محترمة جدا وإحنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة المحترمة جدا واللهما شكرا أنهم كده بحربوا الأسعار غلاق الأسعار والحاجة جميلة جدا والله الأسعار زي العسل وكل حاجة جميلة لو يسلم السيسي وكل سنوء طيبيا داخلنا المعرض وبصينا على الأسعار يعني هو حاجة كويسة طبعاً وكل ما تكون الأسعار أحسن بالنسبة للمواطن البسيط ما تبقى أفضل يعني الأسعار ممتازة هنا أفضل من بره بكتير كما يشهد المعرض مشاركة 53 شركة عارضة بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما يفي بكافة متطلبات الأسرة بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق ويأتي المعرض بتزامن مع الحملات المكثفة المتواصلة للتأكد من ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين